الآن هناك أحاديث عن محاولات لكسر حالة الجمود هذه رأب الصد فلتسمى ما شاء المرء أن يسميها بكل الأحوال ما يهمه العراقي النتائج على الأرض فوسط محاولات كسر حالة الجمود السياسي التي يعيشها العراق دفعت على ما يبدو بالدول الفاعلة إلى تغيير لعبها الدبلوماسيين فمع تواصل فشل إيران في رأب الصدع أي صدع البيت الشيعي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أعلنت طهران تعيين سفيرها الجديد في العراق محمد كاظم آل صادق ليخلف السفير أبراج مسجدي محمد آل صادق هو قائد طبعا في الحرس الثوري كما كان مستشارا لرئيس فيلق القدس السابق قاسم سليماني ويخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2020 في المقابل الولايات المتحدة تستعد لاستبدال سفيرها في العراق أيضا والعمل على صد طموح طهران في لعب دور بارز في المشهد السياسي السفيرة لنا رومانوسكي مرشح لأن تكون السفيرة فوق العادة معروفة بمعارضتها للسياسة الإيرانية والفصائل في العراق وشغلت كذلك منصب سفيرة الولايات المتحدة في الكويت وبحسب مواقع إخبارية أمريكية أكدت رومانوسكي بأن من أولويات عملها في حال توليها المنصب تعزيز الاستقلال والمواطنة في العراق ما يشير إلى أن العراق لا يترقب جولات جديدة من المفاوضات بين القوى السياسية فقط بل مبارزات في الملعب الدبلوماسي أيضا بين سفير من الحرس الثوري وسفيرة تتعهد بدعم استقلال القرار العراقي